رحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة أول تعليق من رئيس الوزراء المصري عن زيادة المعاشات والمرتبات وتصريح رسمي تم نشره في جرائد رسمية يعني لو أقوله لحضرتك دلوقتي ده مش توقعات ولكنها تصريحات واضحة وصريحة جدا من رئيس الوزراء المصري عن زيادة المعاشات وكمان عن أزمة الأدوية كلام واضح وصريح جدا لا يحتمل أي كلام ولا أي شك فيه نتيجة الاجتماع الأسبوعي بتاع يوم الأربع اللي كنت قلت لحضرتكو عليه من كام يوم تعالوا مع بعض نشوف إيه اللي حصل النهاردة في الاجتماع تصريحات دكتور مصطفى مدبولي الجرائد اللي تم نشر التصريح فيها وإمتى ممكن أشوف زيادة في المعاشات والمرتبات وكم ممكن تكون نسبتها هنتكلم مع بعض في كل التفاصيل دي ولكن ياريت لو حضرتكو باشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الزر الجرس عشان يوصل حضرتكو مننا كل جديد هنتابع مع بعض الفيديو للنهاية لأنه بصراحة الفيديو كله مفاجآت وتصريحات هامة جدا جدا هو في البداية الحمد لله صوت حضرتكو بدأ يوصل لرئيس الجمهورية نفسه لأنه أنا قلت لحضرتكو أن الاجتماع ده اجتماع أسبوعي ولكن بيحضروا رئيس الجمهورية عن طريق الفيديو كونفرانس وكمان وزير المالية ورئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي بعد الاجتماع بدأنا نشوف التصريحات من ثلاث أيام قلت لحضرتكو أن الاجتماع ده يكون يوم الأربع يعني النهاردة وبالفعل بدأ يوصل صوت الناس لرئيس الجمهورية من خلال أنه الناس في قمة غضبها مع أنه خلال الفترة الماضية تم تجاهل موضوع الزيادة يوم احتفالية اكتوبر وكام يوم اللي بعدها يعني بقى لنا ثلاث أيام ولا بنسمع تصريحات ولا بنسمع أي شيء باستثناء تصريح رئيسة الوزيرة التضامن الاجتماعي لما تكلمت عن الزيادة بتاعت شهر واحد ودي زيادة فعلية موجودة وليست زيادة استثنائية ودي بتخص الناس اللي هم هيوصلوا لي شهر واحد إن شاء الله المفروض أن الناس دي هتكون لسه موصلتش لحد الأدنى للمعاش أو زيادة لحد الاشتراك التأميني ودي مش اللي الناس بتقصدها ولا الناس كانت منتظراها يوم احتفالية نصر اكتوبر دلوقتي رئيس الوزراء المصري بيقول للناس إيه يقول الناس اللي حصل في الاجتماع وإيه اللي قاله رئيس الجمهورية لأنه كان فيه يعني ما كانش من المنطقة إن الموضوع يتم نقاشه في اجتماع غير ده لأنه أنا قلت لحضراتكم الاجتماع ده من الضروري جدا جدا إنه هيتم فيه منقشة هذا الموضوع كل الجرائد الرسمية المصرية نشرت التصريح إيه هي الجرائد اللي نشرت الكلام ده؟ رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي بينشر تصريحات عن زيادة المرتبات والمعاشات وعن أزمة الأدوية جريدة أهل مصر جريدة اليوم السابع والمصري اليوم التلاتة نشروا التصريحات ويوضحوها بالزد رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي اتكلم إنه خلال الأيام القادمة سيتم توفير جميع أنواع الأدوية وخصوصا دواء السكري زي الأنسولين وخصوصا لكبار السن وقال إنه إحنا عبرنا أزمة الأدوية وبيبشر المواطنين بحل أزمة الأدوية ولدينا احتياط استراتيجي من السلع الأساسية والأدوية طبعا هنا حضراتكم شايفين إنه على أرض الواقع مفيش أي جديد يعني على أرض الواقع الناس مش شايفة ولا الأدوية موجودة ولا الأنسولين موجود الأنسولين دوات المفروض إنه بقى بيباع سوق سودة الموضوع وصل لرئاسة الوزراء وكمان رئيس الجمهورية عارف الموقف ده أو حارف موقف مشكلة أو كرسة نقص الأدوية المصرية والمستوردة فخلال الأيام اللي جاية بيقول لحضراتكم إنه الموضوع هيكون غير خالص يعني الدنيا هتتغير تكلم كمان في الاجتماع عن موضوع البيض التركي وأنا قلت لحضراتكم عن موضوع البيض ده البيض ده يا جماعة بيض محترم جدا جيد وجودته عالية جدا مكتوب عليه أو موجود على الكارتونة بتاعته الإكسبايري ديت وطريخ الصلاحية وبيضة محترمة جدا جدا ولكن من الطبيعي إنك هتشوف إنه أي حد بينتج بيض في مصر بيبدأ يكره حضرتك فيه هو أسوأ ما في الموضوع إنه إحنا بدأنا نستورد حتى البيض ولكن زي ما قال رئيس الوزراء ده الحل اللي قدرت ترجع له الحكومة علشان خاطر تقضي على احتكار التجار اللي كانوا بدأوا يحتكروا البيض وبدأنا نوصل لسعر 7 جنين للبيضة طيب تعالوا بقى نشوف التصريح بتاع رئيس الوزراء زي ما هو مكتوب في الثلاث جرائد الرسمية اللي قلت لحضرتك عليها جريدة أهل مصر اليوم السابع والمصري اليوم رئيس الوزراء المصري بيعلن عن حقيقة زيادة الرواتب والمعاشات وحزمة حماية اجتماعية جديدة كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 30 10 20 24 عن حقيقة توجه الدولة نحو سياغة حزمة جديدة اجتماعية للمرتبات والمعاشات وأضاف الحكومة تدرس الآن ما سنقوم به بخصوص هذا الشأن وأضاف الحكومة تدرس ذلك خلال الفترة المقبلة وبعد صياغة هذه الحزمة الاجتماعية سيتم الإعلان عنها واتكلم طبعا عن الحزمة الاجتماعية الأخيرة وبيفكر الناس أنه كان فيه زيادة للأجور والمرتبات في الفترة الماضية هنا ايه السلبي وايه الإيجابي الشيء الوحيد الإيجابي في الموضوع والحقيقة شيء مش وحش هنا رئيس الوزراء ما نفاش الزيادة ما قالش إنه مش هيكون فيه زيادة بل بالعكس قال إن الحكومة بتدرس حزمة حماية اجتماعية جديدة ما نفاش ده ما قالش إن ديه إشعاعات من السوشيال ميديا مثلا أو الكلام ده كله هو مش من الطبيعي إنه يطلعين في الكلام ده لأنه الناس اللي تكلمت في الموضوع ما كانتش ناس مجهولة الهوية الناس اللي تكلمت في الموضوع كانت ناس ليها وزنها في الدولة مصادر حكومية لما كنا بنقول لحضراتكم الكلام ده ما كناش بنطقى وقع معاكم كنا بنقول لحضراتكم إن فيه مصادر حكومية هي اللي بتتكلم في الموضوع زي مثلا رئيس لجنة الخطة والموزنة والنائب بتاعه في مجلس النواب طبعا دي يعني ناس ما ينفعش يقول كلام هي يتقال عليها بعد كده إشعاعات زي رئيس الهيئة القومية للأجور ناس كتيرة جدا بدأت تتكلم في الكلام ده وكمان دكتور مصطفى مدبولي نفسه كان ليه تصريح زي التصريح ده يوم التعويم الأخير فمش هينفع إنه يطلع يقول إن الكلام ده إشعاعات فهو الإيجابي في الموضوع إنه ما نفاش الموضوع ما قالش لحضراتك إن دي مجرد إشعاعات على السوشيال ميديا لا خالص هتقول لي هنا ممكن يكونوا بيعملوا كده علشان خاطر الدنيا تهدى لا هقول لي حضرتك إنه بخصوص موضوع الدنيا تهدى ده كانوا يهدوا الموضوع وما كانتش الزيادة الأخيرة يتم تطبيقها أصلا لأنه الناس أصلا من الزيادة اللي قابليها وما فاتش ما بين شهرين ما بين الزيادة وبعضيها زيادة المحروقات ما كانش غلى المحروقات دلوقتي كلام واضح وصريح ما كانش قال لي حضرتك على حاجات تانية كثيرة جدا إنه هيتم تطبيق زيادات تانية من هنا اليوم عشرين لسنة عشرين خمسة وعشرين أو نهايات عشرين خمسة وعشرين وتصريحات تانية كثيرة جدا وتخريف الأحمال وكل شيء ما أعتقدش إن دي سياسة الحكومة فلو كانت دي إشعاعات أو ده شيء مش هيتم درسته خالص خلال الفترة اللي جاية أو الفترة المقبلة صدقني كان هيطلع يقول لحضرتك دي إشعاعات تتداولها السوشيال ميديا منتهى البساطة طلعي تكذب الخبر وقال إن ده شيء مش هقيقي ده ما حصلش خالص لا هو هنا بيقول لحضرتك إنه إحنا بندرس ده خلال الفترة المقبلة وفي حال صياغة الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر رسمي يعني بيقول لحضرتك إن ده شيء موجود ولكن أصبر عليه شوية لسه مش في الفترة الحالية معنى كده إنه كويس جدا جدا إنه في الاجتماع ده وده أنا قلت لحضرتك من يومين ارجعوا للفيديوهات قلت لحضرتك في الاجتماع بتاع يوم الأربع لازم هيتم منقشة الموضوع ده وبعدها هطلع أقول لحضرتك إيه اللي حصل بالفعل هو ده اللي حصل النهاردة وتم نشره في جتلة جرائد رسمية خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله استبشروا بالخير وإن شاء الله ستجدوه خلال الفترة اللي جاية أنا أعتقد إنه إن شاء الله قبل لما تنتهي عشرين اربعة وعشرين هيكون في حزمة حماية اجتماعية جديدة وقرارات جديدة بتخص زيازات في المرتبات والمعاشات وما تنسوش مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا المفروض إن هي هتوصل مصر خلال دقايق خلال ساعات قليلة وبعديها على طول بعثة صندوق النقد الدولي هتوصل مصر لو لا قدر الله كان فيه إجراءات جديدة من ناحية صندوق النقد الدولي إلى حد ما ممكن ترفع الأسعار شوية أنا أعتقد إنه ساعتها هيتم تأجيل فرض حزمة اجتماعية جديدة علشان خاطر الناس تهدى وتقدر تتحمل في الوضع ده أقول لحضرتك أيوة ممكن يعمل ده ويصرح بتصريح زي ده عشان خاطر الدنيا تهدى لأنه لو لا قدر الله زي ما الست دي قالت تم تحريك سعر الصرف من تاني لا هتلاقي الوضع غير تماما خلال الفترة اللي جاية هنقول لحضرتكو هنقلل لحضرتكو كل جديد هو ده الشيء الجديد الوحيد اللي حصل النهاردة وأنا قلت لحضرتكو إن يوم الأربع هيكون عندنا جديد على نهايات اليوم تفاهم حضرتكو إيه اللي حصل النهاردة في الاجتماع علشان خاطر تكونوا معنا في الصورة أول بأول بتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضرتكو يدفتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة بنتظر من حضرتكو لو استفدتوا بمعلومة واحدة ريت ما تنسوش ضعطوا لايك وشركت جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس شواء الله على خير هنتقابل في فيديو جديد فأمان الله